مشاهدين أهلا بحضراتكم الساعات القليلة الماضية تابعنا أخبار على وسائل التواصل المختلفة بتتحدث عن نهاية العالم خلال أيام المقبلة وهذا جاء بعد انتشار استضام كوايكب بحجم الساعة بيكبان بكوكب الأرض سوف ينهي الحياة فيها ما مدى صحة هذه الأخبار؟ وهل بالفاعل يوجد كوايكب سوف يصطدم بالأرض أم لا؟ في هذه التخطية سنجاوب حضراتكم على هذه الأسئلة في البداية سنخبر حضراتكم ماذا حدث في الساعات القليلة الماضية انتشر الكثير من الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا عن قرب استضام كوايكب جي دي تو بالكرة الأرضية التي سيكون سبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض وفناء البشرية أيضا بيتردد من حين لآخر أخبار كثيرة عن استضام كوايكب بالكرة الأرضية وأنه سيتسبب في الكثير من الضمار والهلاك لجميع سكان الأرض وبيتن بالترويج من تلك الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقوم أصحاب نظريات نهاية العالم وقيام الساعة بالتسليط الضوء بشكل كبير على تلك هذه الأخبار وحضر علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من مرور كوايكب بحجم ساعة بيكبان الشهيرة في لندن بالقرب من الأرض خلال أيام على بعد 3.4 مليون ميل أي 5.4 مليون كيلو متر وفي حين أن هذا قد يبدو بعيدا إلى أن ناسا تصفه أنه نهج قريب من الأرض بل وتقول أن هذا الكوايكب يحتمل أن يكون خطيرا وبخصوص هذا الموضوع فكان المعهد القومي للبحوث الفلكية له رد هام فقال الدكتور الشف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأخبار المتداولة بخصوص استضام كوايكب بالكرة الأرضية خاطئة وهدفها فقط هو بث الرعب ليس إلا وأنه لا يوجد أي خطر من استضام كوايكب بكوكب الأرض وأن كوكب الأرض يحيط به أجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها وأضاف شاكر أن هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجما كبير وأخرى صغيرة وأن مرور مثل هذه الكوايكبات ليس أمرا نادرا الحدوث وأن كل منها في مدار خاص بها ولتوضيح الأمر أكثر كشفت دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجموزقية حقيقة اقتراب كوايكب من الأرض كما نشرت وكالة ناسا أيضا وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الأرض وأكد القاضي على أن الكوايكب الذي يمر بجوار الأرض لم يصدم بها ولا يشكل أي تهديد على البشر والمصوف يمر بشكل آمن تماما ولا يمثل أي خطورة على سكان الأرض وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجموزقية إلى أن الكوايكب الذي يمر بجوار الأرض خلال الساعات القادمة وبحجم ساعة بيكبان ويعرف باسم كوايكب جي دي تو عشرين تلاتة وعشرين وبعده بحجم ساعة بيكبان سوف يمر بالقرب من الأرض وعلى مسافة 0.031 فلكية وبسرعة حوالي ستة وأربين ألف وتسعمائة كيلو متر في الساعة وهو يصل لمعاناة أي القدر ثلاثة وعشرين وهو من النوع أفولو حيث تقاطع مداره حول الشمس مع مدار الأرض حول الشمس ويمر على ارتفاع تسعة عشر درجة وأوضح أيضا أن كوكب الأرض يحيط به أجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجمها كبير وأخرى صغيرة كل منهما في مدار خاص بها وأضاف أيضا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه دائما ما تكون تلك الأجرام السماوية والكواكبات والمذنبات والأجسام الفضائية على بعد كبير الغاية من الكرة الأرضية حيث تبعد تلك الأجسام الفضائية على بعد مرتين إلى ثلاث مرات من المسافة بين الأرض والقمر ولذلك فهي مسافة آمنة للغاية علينا نحن البشر في كوكب الأرض وأننا في المعهد نحرص دائما على رد على جميع ما يشاع من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه كثير من المعلومات التي تخرج تكون غير دقيقة مشاهدينا بكده نكون وضحنا لحضرتكم الأمر من خلال مسؤولين في المعهد القومي للبحوث الفلكية علشان نطمئن حضرتكم وأنه لا داعي للإنساق وراء الشائعات ويجب أن نستقي المعلومات من الجهات الرسمية منعاً لحدوث البلبلة وإثارة الرعب بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء